أكد رئيس مجلس الوزراء لقائد العام للقوات المسلحة محمد الشعي السيداني أن مهمة جهاز مكافحة الإرهاب تتعدى مكافحة الإرهاب إلى التصدي لكل مهددات الأمن الوطنية ليشتمل على مواجهة مختلف التحديات الأمنية أذ أن التهديدات لم تعد تتمثل بفلول داعش المندحرة بل يتوجب الاستعداد للتعامل مع أي محاولة عبث تحاول الإساءة للأمن والاستقرار المجتمعية وبيّن أهمية الأمن والاستقرار لنجاح خطط تقديم الخدمة للمواطنين وأن الحكومة قد نجحت في إدارة معادلة العمل الخدمي في ظل تأمين الاستقرار الأمنية وبما يقطع الطريق على المتربصين بالعملية السياسية ومشيرا إلى أن العوامل التي تسعى إلى الفوضى تستهدف العبث بمقدرات العراق والسيطرة على القرار الأمني والسياسي وإنقاف حركة النمو وشدد أيضا على ضرورة الابتعاد عن أي تأثير أو تأثيرات سياسية أو اجتماعية قد تؤثر في مهنية أداء الواجب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر